مليون و300 ألف طن احتياطي دهب في جبل إيقاط لوحده وانتظروا الانتاج خلال شهور بشرى المصريين كشفها مسؤول حكومي ورجل أعمال بيقول للناس إن الخير جاي وخلاص هنسدد الديون وعشان تعرفوا تفاصيل أكتر أنا ماريا مجدي وخليكم معانا في الفيديو ده المهندس طرق المالة وزير البترول والساروة المعدنية في 2020 أعلن عن كشف تجاري للدهب في منطقة إيقاط بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكتر من مليون أو إيه من الدهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95% واللي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص وبإجمال استثمارات مليار دولار تقريبا على مدار عشر سنين أشرف الأمير رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للسروة المعدنية والمسؤولة عن منجم إيقاط توقع بدء الإنتاج مع نهاية السنة وحسب بيانات الأمير احتياطي الدهب في منطقة إيقاط حوالي مليون و300 ألف طن ولغاية تيوليو اللي فات استقبل المنجم استثمارات وصلت ل300 مليون دولار ومع بدء التنفيذ شركة إيقاط لمنجم الدهب هتبقى ثانت مشغل لمنجم دهب بمصر وقبلها في شركة السكري لمنجم الدهب المشغلة لمنجم السكري بالصحراء الشرقية وهي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية مع مادز هولدينج القبروسية أما إيقاط لمنجم الدهب فهي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وشلاتين للتعدين المملوكة للدولة بنسبة 100% وداخل فيها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القاومي والشركة المصرية للثروات التعدينية الدكتور شيرين حلمي رجل الأعمال قال أن مصر دخل على خير كبير جدا لأنها تكتشف كميات كبيرة من الدهب تقدر من خلالها تسدد كل ديونها وتبقى بعدها أغنى دولة في المنطقة حلمي قال أن بشير الموضوع ده بدأت من 33 سنة وحالياً هيتم جاني ثمار العمل المستمر بقى له سنين في الوقت نفسه مصر مكملة في إنشاء مدينة الدهب الداخلية وقال علي المصلحي وزير التموين أن الرئيس السيسي اعتمد مخطط عام مدينة الدهب اللي بتقع على طرق العين السقنة على مساحة 70 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة المدينة عبارة عن ورش ومصانع ومحلات تجارية وتم إجراء دراسة جدوى للمشروع على إيد مختصين وخبراء وحسب الوزير لولى الأزمات المتلاحقة كانت الدولة انتهت من تنفيذ كامل المشروع وحالياً جاري تشييد مصطات الدهب وفي نفس الوقت بتخطط الدولة لإجراء عملية دمغ الدهب في مصر علشان كده أكد وزير التموين أنه مع اكتمال المشروع هتكون مصر مركز تجاري عالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة لكل أنواع المشغولات الدهبية أنتو كمان شاركونا برأيكم هل نقدر نعتمد على اكتشافات الدهب في سداد الديون؟ وإزاي مدينة الدهب هتأثر على السوق المصري؟ وهل هتساعد فعلاً على خلق فرص عمل جديدة للمصريين؟ ترجمة نانسي قنقر